كانت له منزلة عظيمة عند قومه في حياته وبعد وفاته حيث كانوا يرون امره كالدين المتبع يعملون به ولا يخالفونه وكان يفوق قومه ورجال عصره في درايته وصدقه وكرمه وعفته ولم تذكر المصادر التاريخية تاريخ ولادته ووفاته ولكنها ذكرت انه دفن في مقبرة الحجون قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كينانة بن خزيم بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن معض بن عدنان امه هي فاطمة بنت سعد ابن سيل من بن الجدرة من قبيلة ازد اليمنية ولديه اخ واحد وهو زهرة واخت واحدة وهي نعم لقبه مجمع لانه جمع قبائل قريش وانزلها مكة وكان يفوق قومه ورجال عصره في درايته وصدقه وكرمه وعفته كما قلنا حيث كان يؤمن بالله الواحد الاحد وينهى عن عبادة الاصنام من دون الله وذكرت بعض المصادر التاريخية انه كان يتكلم بالحكمة والموعظة فقال لبنيه يوصيهم من عظم لئيما شاركه في لؤمه ومن استحسن مستقبحا شاركه فيه ومن لم تصلحوا كرامتكم فدلوه بهوانه فالدواء يحسم الداء وكذلك اوصاهم فقال يا بني انكم اصبحتم من قومكم موضع الخرزة من القلابة يا بني فاكرموا انفسكم تكرمكم قومكم ولا تبغوا عليهم فتبوروا وإياكم والغدر فانه حوب عند الله عظيم وعار في الدنيا لازم مقيم وإياكم وشرب الخمر فانها ان اصلحت بدنا افسدت ذهنا ذكر اكثر المؤرخين ان اسم قصي الاصلي هو زيد وسبب تسميته قصي ذلك لما مات كلاب تزوجت امه من ربيع بن حرام العذري فخرج بها الى بلاد قومه في الشام فحملت قصي معها وكان اسمه زيدا فلما بعد من دار قومه سمته قصية اي البعيد عن قومه فلما شب قصي وهو في حجر ربيع قال له رجل من بني عذرة الحق بقومك فانك لست منا فقال ممن انا فقال سل امك فسألها فقالت انت اكرم منه نفسا وولدا ونسبا انت ابن كلاب بن مرة وقومك ال الله وفي حرمه فكره قصي الغربة واحب ان يخرج الى قومه فقالت له امه لا تعجل حتى يدخل الشهر الحرام فتخرج في حجاج قضاعه فاني اخاف عليك فلما دخل الشهر الحرام صاحبهم حتى قدم مكة حينما رجع قصي الى مكة واقام فيها تقدم بطلب الزواج من حب بنت حليل ابن حبيشة ابن سلول ابن عمر الخزاعي اخر من توالى شؤون الكعبة وامر مكة من قبيلة خزاع فعرف حليل النسبة فزوجه ابنته فلما حضرت حليل الوفاة نظر الى قصي والى ما ورد اليه من اولاد من ابنته فرأى ان يجعلها في ولد ابنته فدعا قصي فجعل له ولاية البيت الحرام واعطاه مفتاح الكعبة وبعد موت حليل اخذ خزاع المفتاح من حبه لانه كان معها فذهب قصي الى رجال من قومه من قريش وبني كنانة فدعاهم الى نصرته فاجابوا وارسل الى اخيه من امه رزاح بن ربيع يدعوه الى نصرته ويخبره بما فعلته خزاع وابعاده عن ولاية بيت الله فقدم اليه رزاح مع قومه واخوته فاقتتلوا قتالا شديدا وفي نهاية الامر انتصر قصي ابن كلاب عليهم ورجع الامر اليه نقلت بعض المصادر التاريخية ان قيصر الروم اعان قصي في حربه مع خزاع وفي نقل اخر ان بعد موت حلين وصلت الرئاسة الى ابنه ابو غبشان المحترش وتنازل عن منصبه لقصي مقابل ناقة ناجية اي سريعة عندما وصلت الى قصي زعامة مكة قام من اجل تأمين الماء لاهل مكة والحجاج باقامة حياض من جلد ينقل اليها الماء من بئر ميمون وغيرها خارج مكة وذلك ليسقي فيها من في مكة ومنا وعرفة وقام بحفر اول بئر في مكة واطلق عليها العجول والتي تقع في دار ام هانئ بنت ابي طالب وان ثم اصبحت جزءا من المسجد الحرام فكان الحجاج الذين يأتون الى مكة يستقون منها وكان قصي يقوم باطعام زوار بيت الله الحرام وذلك لاعتقاده ان الحجاج هم ضيوف الله وقريش وكان يحث قومه على ذلك ويقول لهم يا معشر قريش انكم جيران الله واهل الحرم وان الحجاج ضيوف الله وهم احق الضيف بالكرامة فاجعلوا لهم طعاما وشرابا ايام الحج ففعلوا ذلك كانت قريش قبل مجيء قصي الى مكة يعيشون في الجبال والوديان التي حول مكة فحينما اصبح زعيما لمكة قسم مكة المكرمة الى اربعة اجزاء واعطى كل قسم لمجموعة من قريش وطلب منهم ان يبنوا بيوتهم في اطراف الكعبة وهو اول من جمعهم تحت راية واحدة وقام قصي ببناء دار له في مكة المكرمة وجعل دارا للشورى سميت بدار الندوى وقد كان الهدف من انشائها ان تكون دارا للتشاور بين القراشيين في امورهم العامة وقد جعل باب دار الندوى الى جانب الكعبة ولم يكن يدخلها من قريش من غير ولد قصي الا من بلغ الاربعين سنة للمشورى كما بنى قصي المشعر بمزدلفة فكان يوقد عليه ليهتدي به من يقف بعرفات اذا انصرفوا الى مزدلفة من عرفات فجعله الله في الاسلام مشعرا وامر بالوقوف عنده والدعاء كان اول من اعاد بناء الكعبة بعد بناء نبي الله ابراهيم ورفع سقفها وكان طول جدرانها تسعة اذرع فجعلها ثمانية عشر ذراعا وجعل سقفها من خشب الدوم وجريد النخل لما تزوج قصي بن كلاب من حبه كما قلنا ولدت له عبد مناف بن قصي وعبد الدار بن قصي وعبد العز بن قصي وعبد بن قصي وبر بنت قصي وتخمر بنت قصي توفي قصي بن كلاب في مكة ودفن في مقبرة الحجون وهي اول مقبرة في مكة فكانوا يزورون قبره ويعظمونه وبعده بدأوا بدفن موتاهم في نفس المقبرة ترجمة نانسي قنقر